السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستفتح بالقرآن الكريم الذي يدلنا ويرشدنا إلى ما جرى مع اليهود عبر الزمن قال تعالى لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون هناك أذى سيحصل تضحيات كبيرة ستكون موجودة لكن في النهاية سيهربون وسيكون النصر للمؤمنين وقال تعالى بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون في هذا اللقاء لا بد من كلمات وفاء أولا لشهيدنا الكبير القائد سماحة السيد هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله وقد مضى على إعلان شهادته أسبوعا من الزمن هذا القائد الرسالي الشهيد هو القائد الخلوق المتواضع العاشق للإسلام والولاية قدم إلى لبنان بعد دراسة في قم المقدسة وعمل مباشرة في حزب الله بدأ من الجنوب ومع أهل الجنوب ومع المقاومة الجنوب هو شخص منظم يواكب الأعمال له رؤية ثاقبة اهتم بالمقاومين وعمل على تلبية متطلبات الجبهة هو أحد أبرز الذين اتكأ عليهم سيدنا الشهيد السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه بالنسبة لي كان أخا ملازما وكنا دائما نتبادل التعاون بحكم المسؤوليات التي اطلعنا فيها هو رفيق الدرب والجهاد خسرناه وربح لكن ثماره باقي بإذن الله تعالى الأمر الآخر له علاقة بشهيد كبير أيضا هو الشهيد يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس هو أيقونة البطولة والمقاومة لفلسطين وأحرار العالم استشهد في المواجهة حتى آخر رمق صلب شجاع مؤمن مستقيم عزيز وحر أخاف العدو في سجنه وفي حريته وسيبقى مخيفا للعدو بعد شهادته أمة أنجبت يحيا ستحيا في قلوب الفلسطينيين عشاق التحرير وأسطورة الصمود ومفخرة الثبات لقد التحق بأخيه الشهيد رئيس المكتب السياسي السابق الحاج إسماعيل هنية منارة وقدوة للأحرار سيدي أبا هادي سماحت السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه 32 سنة وأنت تدخل إيمان والولاية والمقاومة في قلوب الشباب والنساء والشيوخ والأطفال كنا ننتظر إطلالتك تعبئنا بالصبر والأمل بالنصر صدقناك في كل كلمة كنت تقولها وهكذا سقط الكذابون الدجالون أحببناك حتى عندما نرى طيفك والمعادون مأزومين كنت وستبقى راية المقاومة المنصورة وحبيب المقاومين وخزان الأمل وبشير النصر ومعشوق التواقين إلى الحياة العزيزة هنا أبدأ أشكر ثقة قيادة حزب الله قيادة الشورى الموقرة المؤتمنة من المجاهدين والناس على هذه المسيرة أنهم اختاروني لهذا الحمل الثقيل ولكن هذا دليل ثقة أطلب العون من الله تعالى أن أكون خادما لهذه المسيرة مسيرة المجاهدين والشهداء وأن أتحمل هذا الحمل الثقيل إن شاء الله تعالى هذه الأمانة هي أمانة السيد عباس الموسى ورضوان الله تعالى عليه الذي قال لنا الوصية الأساس حفظ المقاومة هذه الأمانة هي أمانة القائد الكبير السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه وهنا استحضرت كلمته عندما استشهد سماحت الأمين العام السيد عباس الموسى ورضوان الله تعالى عليه وخطب السيد حسن رضوان الله تعالى عليه فقال أرادوا من قتلهم أميننا العام أن يهزموا فينا روح المقاومة وأن يحطموا إرادة الجهاد ولكن دماءه سوف تبقى تغلي في عروقنا وستزيدنا عزما على المضي في هذه الطريق هذه الأمانة هي أمانة السيد هاشم صفي الدين والشيخ راغب حرب والشيخ نبيل قاووق والقادة الشهداء عماد مغني مصطفى بدر الدين فؤاد شكر إبراهيم عقيل علي كركي حسان اللقيس هؤلاء القادة الشهداء وغيرهم كثير هي أمانتهم أسأل الله تعالى أن يعينني لحفظ الأمانة وأن أعمل مخلصا في طريق الجهاد والمقاوم السؤال الطبيعي الذي يطرح في أول لقاء ما هو برنامج عمل الأمين العام برنامج عملي هو استمرارية لبرنامج عملي قائدنا السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه في كل المجالات السياسية والجهادية والاجتماعية والثقافية سنستمر في تنفيذ خطة الحرب التي وضعها مع قيادة المقاومة وسنبقى في مسار الحرب ضمن التوجهات السياسية المرسومة طبعا نتعامل مع تطورات هذه المرحلة بحسبها من هنا سأتناول بعض القضايا كمحطة لتبيانها وتحديد موقفنا منها أولا مساندة غزة كانت واجبة لمواجهة خطر إسرائيل على المنطقة بأسرها من بوابة غزة ولحق أهل غزة علينا وعلى الجميع أن ينصروهم لهم حق إنساني وعربي وإسلامي وديني وقومي لا يقال لنا لماذا ساندتموهم بل يقال للآخرين لماذا لم تساندوا أهل غزة وجدت مقاومتنا لمواجهة الاحتلال ونواياه التوسعية ومن أجل تحرير الأرض بعضهم يعتبر أن إسرائيل استفزت وهل تحتاج إسرائيل إلى ذريعة وهل نسينا خمسة وسبعين سنة من قتل الفلسطينيين وتهجيرهم وسلب الأرض والمقدسات والأملاك والقدرات وارتكاب المجازر ورأينا فقط ما حصل في طفان الأقصى كتعبير حقيقي عن هذا الرفض لهذا الاحتلال لمدة خمسة وسبعين سنة أما في لبنان قبل أن يكون حزب الله موجودا اعتدت إسرائيل سنة ألف وتسعمائة وثمانة وسبعين ودخلت إلى جزء من الأرض ولم تخرج رغم القرار الدولي أربعمية وخمسة وعشرين اشتاحت إسرائيل لبنان سنة ألف وتسعمائة واثنان وثمانين ولم يكن حزب الله موجودا بحجة ضرب المقاومة الفلسطينية والمقاومة الوطنية اللبنانية بقيت من سنة ألف وتسعمائة واثنان وثمانين إلى سنة ألفين لماذا؟ لأنها كانت تريد تؤسس لشريط حدودي يهيئ لها التوسع في المستوطنات وتستغل وجودها في الداخل اللبناني كي تضمن أن لا يعارضها أحد لكن مقاومة حزب الله مقاومة حركة أمل مقاومة الأحزاب الذين اجتمعوا جميعا على المستوى اللبناني في مواجهة العدو الإسرائيلي هي التي أخرجت إسرائيل القرارات الدولية لم تخرج إسرائيل المقاومة هي التي أخرجت إسرائيل في تضافر جهود بين المقاومة والجيش والشعب بعد عدوان تموز سنة ألفين وستة كان القرار ألف سبعمائة وواحد وانتهى العدوان بناء للطلب الإسرائيلي وبناء لقناعتنا بأن هذا العدوان يجب أن يكون له حد ماذا كانت النتيجة؟ من ألفين وستة من تموز ألفين وستة إلى أيلول إلى تشرين الأول ألفين وثلاثة وعشرين يعني 17 سنة والعدو الإسرائيلي يعتدي يوميا على لبنان اسألوا الجيش اللبناني واسألوا الأمم المتحدة واسألوا قوات الطوارئ الدولية تسعة وثلاثين ألف خرق جوي وبحري تسعة وثلاثين ألف خرق جوي وبحري ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يصورون وكانوا يرصدون تحركاتنا وكانوا يجمعون داتا للمعلومات حتى حصل ما حصل في هذا الوقت فإذن لا تقولوا كانت إسرائيل ملتزمة ونحن تحرشنا بها لم تكن إسرائيل ملتزمة تسعة وثلاثين ألف خرق هذا يعني أنهم كانوا يعتدون في 11 أكتوبر يعني أنتم تتذكروا 7 أكتوبر طوفان الأقصى في 11 أكتوبر يعني بعد أربع تيام كان هناك نقاش جدي في داخل كيانة الإسرائيلي مع الأمريكيين أن يخودوا حربا ضد حزب الله في لبنان أنه لحقوا فاتوا بالحرب ضد غزة كمان بفوتوا ضد لبنان طالما أن الولايات المتحدة فتحت مخازنها وإمكاناتها وتعطي الأموال وعندها الدعم السياسي والعالمي والإعلامي بيقول لك فرصة لكن لم تقتنع الولايات المتحدة أنها فرصة كان هناك خلاف بين داخل الحكومة الإسرائيلية وإلا كان لديهم فكرة أن يعتدوا على لبنان ب11 أكتوبر إذن نوايا موجودة قبل ذلك عودوا إلى النقاشات عودوا إلى التصريحات القديمة كل الإعلام الإسرائيلي كل النقاشات كانت تقول يمكن أن تكون الحرب في لبنان في صيف 2023 لا في صيف 2024 لا ممكن يكون في الربيع في 2024 يعني هم يستعدوا لفكرة حرب مفاجئة في وقت معين وعم يدرسوا كل خطواتها بمعزل عن حصول طوفان الأقصى هذا الكلام كان قبل طوفان الأقصى وعندما بدأت الحرب ووصلوا إلى لبنان ماذا قال نتنياهو قال هذا من أجل الشرق الأوسط الجديد أعضاء في حكومته قال أحدهم أنه يريد أن ينشئ مستوطنات في داخل لبنان جالنت اعتبر أن وجه الشرق الأوسط سيتغير من لبنان فكل هالمعطيات ألا تبين النوايا العدوانية الإسرائيلية ننطرهم لحتى يعملوا مشروعهم بالتوقيت الذي يريدونه الحمد لله لأله ألهمنا وتوفقنا أن دخلنا بجبهة مساندة بقلب طيب عن ني صادقة من أجل دعم غزة ولكننا كسرنا مجموعة من الأفكار ومجموعة من المباغتات التي كان يمكن أن تحصل في وقت معين بالمقاومة نعطل مشروع إسرائيل ونحن قادرون على ذلك أما بالانتظار بحجة عدم إعطاء الذريعة نخسر كل شيء لأنه ممكن يباغتونا بأوقات معينة وممكن يكون عم يعدوا إعدادات غير عادية للي عم بيقولوا أنه ما تعطوهن الذريعة إسرائيل من بحاجة لذريعة بعدين أفضل أن يكون عنا مقاومة ذات هجوم دفاعي من أن نكون من المنتظرين لا نفعل شيئا بانتظار أن تهجم علينا إسرائيل وتباغتنا بطريقة أو بأخرى على كل حال نحن اعتبرنا أنفسنا في إطار الدفاع الاستباقي والجهوزية وهذا هو مسار الحماية والتحرير اليوم في غزة وفي لبنان وفي المنطقة نواجه مشروعا كبيرا هذه ليست حرب إسرائيلية على لبنان وغزة هذه حرب إسرائيلية أمريكية أوروبية عالمية فيها كل الإمكانات على مستوى العالم حتى تقضي على المقاومة وتقضي على شعوبنا في المنطقة هذا مشروع بالحد الأدنى أمريكي إسرائيلي كامل التبني من قبل أمريكا تستخدم في هذا المشروع كل الوحشية والإبادة والإجرام معقول 43 ألف شهيد في غزة ما يهز العالم 100 ألف جريح ما يهز العالم مجزرة جباليا أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة ما يهز العالم قتل الأطفال الذين يلعبون على الأرض وكل صور عم تعرض على شاشات التلفزة وسائل التواصل ما يهز العالم قصف الخيم حيث ينام الناس ما يهز العالم نحن الدام الدام بشاعة الدام وحشية الدام إجرام لا يجوز على الإطلاق أن نقف ونتفرج يجب أن نواجهه صحيح هذه المواجهة فيها ألم فيها تضحيات لكن اتصوروا لو كان ما في مواجهة هم يريدون أن نصبح خانعين مستسلمين يتحكمون بحياتنا ومستقبلنا ومستقبل أجيالنا هذه المواجهة في كل الأحوال ستكشف أن القيمة الغربية اللي بيحكونا عنها حقوق الإنسان والطفولة والمرأة جماعة كذبين من راس لكعب جريهم قال عندهم قيم هذه القيم كلها سقطت شو هالقيم اللي بتكون مع واحد متوحش هذه قيم بس لحتى يضحكوا على الذي يؤمن بهم ويؤمن بأنهم هم سادة العالم على مستوى التوجيه والتربية لا عندهم تربية ولا عندهم توجيه وما بيسوو شي هالجماعة هن حفالة البشر بالتصرفات الشريرة التي يرتكبونها على كل حال انظروا إن صمود المقاومة الأسطوري في غزة وفي لبنان ملحمة العزة وهي ستصنع مستقبل أجيالنا إن شاء الله تعالى هذا أولا ثانيا نحن الآن في مرحلة الحرب على لبنان هذه الحرب التي بدأت بموضوع البيجر في 17 أيلول قلنا مرارا نحن لا نريد حربا خلال 11 شهر من المسانة كنا دائما نقول لا لا نريد حربا سيدنا كان يقول دائما لا نريد حربا ولكن نحن جاهزون فيما لو فردت علينا وسنواجهها بكل قوة وعزيمة وثبات وعزة وننتصر فيها إن شاء الله تعالى حزب الله وأمل والقوى التي تقاتل معنا يواجهون العدو الإسرائيلي بقرارهم وإرادتهم لحماية أرضهم يعني اليوم مين اللي عم بيقاتل أصحاب الأرض مين اللي عم بيواجه أبناء الجنوب والإبقاع أبناء لبنان أبناء الجبل كل اللي عم بيشاركوا هن أبناء البلد ما حد عم بيقاتل نيابة عننا خليكم معروف للجميع نحن لا نقاتل نيابة عن أحد ولا لمشروع أحد نحن نقاتل من أجل مشروعنا نحن مشروعنا حماية لبنان نحن مشروعنا تحرير أرضنا نحن مشروعنا مؤاذرة إخواننا في فلسطين نحن مشروعنا أن يكون بلدنا مستقلا نحن مشروعنا أن نمنع أمريكا وإسرائيل أن تتحكم فينا هذا مشروعنا نحن مش مشروع غيرنا في المنطقة نحن ندفع الثمن ونحن نقدم التضحيات من أجل القناعات التي نحملها بالاستقلال والعزة والتحرير وكذلك الفلسطينيون أما الجمهورية الإسلامية الإيرانية فهي تدعمنا لمشروعنا ولا تريد شيئا مننا لش نحن شو عم نحرر لما منحرر بالجنوب عم نحرر أرض إيرانية ولا أرض لبنانية لما منقاتل إسرائيل مع شباب لبنانيين وين عم نقاتلهم على حدودنا فإذن إيران ما هي اللي عم تقاتل فينا مثل ما بيقول البعض ولا بحاجة لقتالنا نعم قناعتها مثل قناعتنا إيمانها مثل إيماننا تدعمنا ولا تريد منا شيئا وهلأ أنا بقلكم نحن نرحب بأي دولة عربية أو إسلامية أو من هذا العالم إذا كان حابين يدعمونا في مقاومة إسرائيل يعني أدموا لنا الدول العربية سلاح لنقاوم وقلنا لهم لا أدمت لنا الدول الغربية أو الشرقي سلاح وقلنا لهم لا فإذا الموضوع موضوع من يؤمن بما نؤمن به هنا لابد أن نحيي بل نقف أمام هذه الشخصية العظيمة الفزة شخصية الإمام الخميني قدس الله روحه الشريفة الذي كان ينظر بنور الله تعالى هو الذي أطلق مشروع إزالة إسرائيل من الوجود تعبئة وجهادا ودعما من أجل من؟ من أجل أصحاب الأرض من أجل هؤلاء المعذبين الذين يتحملون عبء إسرائيل سواء في فلسطين أو لبنان أو المنطقة أو العالم الإمام الخامن إيدام ظله حمل الراية بجرء وشجاعة ورعاية دائمة وتوجيه وإعطاء كل الدعم المطلوب ماليا وإعلاميا وسياسيا وتوجيه الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتوجيه الحرس الثوري حتى يكونوا في خدمة المجاهدين ودعم المجاهدين لأن قناعته أن يكون أصحاب هذه الأرض في فلسطين ولبنان والمنطقة أعزة وبتعرفوا أن الجمهورية الإسلامية تدفع ثمنا كبيرا من عشرات السنين بسبب موقفها من القضية الفلسطينية وبوصلة فلسطين كانت بتقدر بكل سهولة تقول ما لي على أنا بموضوع فلسطين بدي أشتغل على أساس رتب وضع إيران كان الوضع مختلف تماما لكن لا هن بيعرفوا أنه إذا عملوا هذا الموقف الشريف بيعانوا فترة لكن بعدين هتكون الجمهورية الإسلامية الإيرانية راية الأحرار في العالم هون لابد من تحية خاصة لقائد محور المقاومة الشهيد قاسم سليماني اللي بذل كل الجهود وأعطى كل الإمكانات وكان يعني رايح بين إيران وسوريا والعراق ولبنان وكل المنطقة من أجل تعزيز دور المقاومة وأعطى المقاومة الفلسطينية ما لم يعطيها أحد هذا الشهيد الكبير من الذي اغتاله أمريكا اغتالته لماذا اغتالته كرما لعيون إسرائيل وكرما لأهداف أمريكا التي شعرت أنه لحيكون معيق لاقتراحاتهم ولأعمالهم نحن نشكر جبهات المساندة وخاصة في اليمن والعراق لأنهم أيضا يتحركون بقناعاتهم لكن كل واحد منهم بيعتبر عم يعمل مسؤوليته ما حدا بده مننا شيء كلهم عم يعطوا من أجل قناعاتهم بالتحرير الصورة جلية نقاتل على أرضنا ونحرر أرضنا المحتلة ولا أحد يطلب منا شيئا ولا يلزمنا بشيء ولا نعمل من أجل أن نعطي الآخرين شيئا ثالثا الميدان هو الأساس في 17 أيلول كانت أزمة اختراق البيجر وتفخيخ البيجر اللي طال بين البيجر ب17 أيلول واللاسلكي ب18 أيلول حوالي أربع تلاث مجاهد ومجاهدة وناس عاديين وناس بيشتغلوا بالعمل الاجتماعي وناس بالهيئة الصحية وناس بمحلات مختلفة وأطفال ونساء لأنه كان مستوى الانتشار مستوى يتجاوز الموضوع العسكري إلى الموضوع المدني لأنه وسيلة من الوسائل التي تستخدم في مثل هذه الحالات طلعنا من هالمعركة بشكل غير عادي لو كان حصل ما حصل بالبيجر واللي سلكي مع جيش لنهزم مع دولة لتفككت مع أي جهة على مستوى العالم لعاشت حالة كبيرة من الضياء نعم بالنسبة إلينا كان أمر مؤلم جدا جاء بعده اغتيال القادة واغتيال الشهيد الكبير القائد السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه في 27 أيلول من الطبيعي هالمستوى من الاستهداف لهذا العدد الكبير 4000 طبعا تضرر قسم منهم وأيضا استهداف قائدنا الأول وقيادات أخرى من الطبيعي أن يعمل حالي من الاهتزاز ومن الطبيعي أن يؤثر على الوضع القائم وبالتالي لنقل لكم نحن ما توجعنا لا توجعنا تقلمنا كانت ضربة كبيرة لكن وبالتواريخ بـ 18 عملوا حساب من 27 أيلول لـ 18 يعني عنا 11 يوم بدأ الحزب يستعيد وضعه بملء الفراغات ووضع قيادات بديلة وبدأ العمل من أجل أن ينتظم كل شيء على كل حال الميدان هو يثبت ذلك نحن هلأ عم نسمع من هلأ منتصرنا تقريبا شيء عشر طيام من نسمع الحزب تعافى الحزب لديه قدرة الحزب شباب عم بيقاتلوا بالميدان الحزب يحقق إنجازات الحزب يحقق انتصارات شو معناها هاي معناها أن هذه الضربة المؤلمة وجعت آلمت لكن رجعنا نهضنا بحمد الله تعالى لأن هذا الحزب مؤسسة كبيرة متماسكة إذن كانت هذه الكلمة الأولى لنعيم قاسم الأمين العام لحزب اللبناني لا أدري إذا ما كنا فقدنا أو أن الكلمة نعود نعود لنوتانا 1982 هو اللي عم ينبنى وكل سنة كانت تمر كان يكبر أكتر ويقوى أكتر ويكتسب خبرات أكتر ويصير عنده قيادات أكتر قاعدة الصف القيادي الثاني يعني في عنا بعض قيادات من الصف الأول بعض موجودين الحمد لله تعالى على كل المستويات لكن قاعدة الصف الثاني خليني أحكي على الأقل بالموضوع الجهادي أنتو مستقلين كل واحد منهم هيدا عنده هندسة عامل أربع دورات هيدا الدورة سنة ونص وهيدا الدورة ستة شهر وهيدا الدورة تسعة شهر مشاركين بالميدان بالجبهة بسوريا بمواقع مختلفة يعني عندك مستويات بهيدا الفئة لإسراء لإسراء على هذه الكلمة وما جاء على ذكره ربما من نقاط ينضم إلينا من بيروت مدير مركز الشرق الأوسط للأبحاث والدراسات الاستراتيجية الدكتور إليلياس أهلا ومرحبا بك معنا دكتور إلياس ما الذي يفهم من خلال النقاط التي جاء على ذكرها نعيم قاسم ولاحظنا بأن هناك أيضا بعض الجوارب كررت لأكثر من مرة وعادها لأكثر من مرة موضوع الميدان موضوع الإمكانيات موضوع الهدف من وراء ما يقوم به الحزب وأنه ليس مرتبطا بأحد ولا يقاتل من أجل أحد ولا يعمل كما جاء على ذكره طبعا لغايات أي طرف آخر إلا لغايات الحزب والذي يقول هو غايات المقاومة ما رأيك بهذه الكلمة كيف تقيمها وما الرسائل التي وصلتك من خلالها أولا بالشكل لحظنا أنه من المرات القليلة التي يستعمل فيها حزب الله في إطلالات متلفزة كهذه العالم اللبناني وهذا يبدو أنه اعتراف إلى حد ما أن السبيل الوحيد لخروج حزب الله من مأزقي هو ربما العودة إلى الداخل اللبناني ولكن المضمون الكلمة يتناقض في هذه الملاحظة الملفتة بالشكل فيمكن فيمكن أن أقول أن كل ما تفضل به العميل العام الجديد لحزب الله نعيم قاسم من معلومات أو من أفكار أو منطرحات صراحة هي تتوجه بشكل واضح إلى البيئة الحاضنة لهذا الحزب كلها معنويات كلها محاولة للقول أنهم ما زالوا صامدون في الجنوب ما زالوا يعني كل القيادات التي تم اختيارها في المقتطف الأخير يحاول أن يقنع البيئة الحاضنة أن كل هذه القيادات التي تم تعيينها قيادات هذه خبرة من هو مهندس من قام في بعض الكملون في الوجبات الجهادية كان بوجه العدو الإسرائيلي وأعتقد هذا خطأ كبير ذكر موضوع القتال في سوريا حين برر أن بعض هؤلاء القيادين لديهم خبرة في القتال في سوريا وبالتالي يبدو أن نعيم قاسم في هذه الكلمة يحاول أن يستعمل كل الحجج التي سقطت صراحة لإطلاع جماعته أو بيئته أنهم مازالوا جاهزون ولا حاجة لطرح أسئلة كبيرة وعميقة دكتور اليس وهل أنكر الحزب في يوم ما بأن قادته والكثير من العناصر قاتلة في سوريا يعني أنت تعتبره نوع من التغيير في الخطاب على المستوى العسكري لم يكن هناك إضاح أو تركيز في سبب دخولهم إلى سوريا كل المتصريح التي كانوا يقوموا بها في موضوع دخول إلى جانب النظام السوري هو لمساندته وليقطع الطريق أمام الحركات الجهادية السنية السلفية ولكن في هذه الكلمة في هذا الموضوع المقتطب حول الحرب في سوريا اعترف أنهم كانوا يتدربون على القتال واعتبروا أن الساحة في سوريا هي ساحة للتدريب واكتساب خبرة في القتال وبالتالي هذا ما أشرت إليه في مداخلتي أنه اعتراف لأول مرة خارج الاعترافات التقليدية والقديمة التي اعتدنا عليها وهو اعتراف على المستوى العسكري والخبرات العسكرية وهنا دعيني أقول أن كل الحجج تستعملها أو لا تتفضل بها في هذه الكلمة فقط اسمح لي دكتور إليان أشير بأن تم عفوا قطعت كلمة نعيم قاسم أثناء البث بث الكلمة وأيضا يقال وفقا للأخبار العاجلة بأن مشاكل تقنية على مختلف منصات وأعلام حزب الله خلال بث هذه الكلمة لنعيم قاسم حتى أيضا قناة المنار نفس الحالة ومن ثم لا أدري إذا ما كان عاد البث على قناة المنار لمتابعة الكلمة لم يعد إذن للجميع قطعت ولم يعد البث لا ندري طبيعة ربما هذا الانقطاع إذا ما كان نوع من الهاكرز أو أي هجوم سيبراني من أي نوع من أي طرف تتكشف هذه الأمور في الدقائق ربما القادمة أعود لي أكمل وإياك دكتور إلي أكمل الفكرة واسمح لي أنني قطعت فقط للإشارة لماذا توقف الكلمة تفضل لا مشكلة كنت أحاول فقط أن أقول أن كل الحجج التي تستعملها أو تفضل بها الأمين العام لحزب الله نعيم كاسم هي حجج أصبحت من التقليد أو الحجج الكلاسيكية لتبرير وجود هذه المقاومة مع وجود شيء من التناقض فيما قاله حين قال أن العدوان الإسرائيلي بدأ على لبنان منذ العام 78 وهذا بالتحديد يناقض سردياتهم السياسية وتبريرهم لنشرة هذه المقاومة حين يقولون أن العدوان الإسرائيلي بدأ عام منذ الخمسينات وخلال الستينات والسبعينات وبالتالي نقض تماماً ما يحاول إعلامه وبعض المنتسبين إلى هذه الجماعة في تبرير وجود هذا السلاح كما قال أن حما دخل إسرائيل عام 82 إلى لبنان إلى بيروت لم يكن حزب الله موجوداً ولكن حين تقرأين كل الكتب وكل البيانات التي يطلعون بها حزب الله دائماً يشدد على أن هذه الجماعة تبرير نشأتها هو العدوان الإسرائيلي عام 82 حين احتل بيروت وبالتالي هم منذ ذلك الوقت موجودون وهذه كل التناقضات لهذا أسمح لنفسي أن أقول أن هذه الكلمة كانت موجهة بشكل خاص إلى المناصرين وإلى البيئة الحاضنة لأنه بدأ التململ أصبح واضحاً عند هذه الجماعة بدأ الخوف يسيطر على هذه الجماعة خاصة على باقي المجتمعات اللبنانية أو الجماعات اللبنانية التي بدأت تعتبر أن وجود تجمعات للبيئة الحاضنة لحزب الله في مناطق النزوح أصبحت خطر على هذه المناطق وكما شاهدنا اليوم الذي يحصل في منطقة الكحالي وعرية وهي منطقة دولية تربط بيروت بالحدود اللبنانية السورية وبدماشق أعلنت بلدية الكحالي وعرية في بيان كما وصلني أنهم يتمنون على الجهات الأمنية والجهات الرسمية والجيش اللبناني أن يجدوا حلاً لهذه الشحنات وهذه التهربات لأسلحة وصواريخ على طريق عام يستقوا العدد الأكبر من المدنيين وبالتالي بدأت الأصوات ترتفع في موضوع لجوء الجماعات والمقاتلين لحزب الله بين المدنيين العزل السلمينين والذين طبعاً يرفضون هذه الحرب ولم يكن بالأساس هم موافقون على ما اعتبر حرب الإسناد رغم محاولة نعيم قاسم أو أمين عام حزب الله نعيم قاسم أن يبرر ما قام به حزب الله منذ تشرين الأول 2023 نعم قال بوضوح لمن يريد أن يعرف برنامج عملي هو استمرار لبرنامج عمل حسن نصر الله سياسياً عسكرياً هو قال جهادياً واجتماعياً وثقافياً وما إلى هناك هل هذا يعني بأن الحال مستمر على ما هو عليه حتى من حيث المواقف بما يتعلق بالقضايا السياسية في لبنان لا شك لا شك أن نعيم قاسم يردد تماماً الاستراتيجية التي أساساً هي استراتيجية إيرانية لحالة حزب الله أعني بذلك أن حزب الله ووجوده في لبنان وتغلغله في المجتمع الشريعي بشكل خاص في لبنان هو لتحويل هذه القرى وهذه البيئة لساحة صراع للمشروع الإيراني في مواجته إما لإسرائيل أو الاستفادة من القضية الفلسطينية لتبرير مشروعه وليصبح يعني قوى يعني إقليمية تستطيع أن تفرض بعض الشروط على طائلات الانفاوضات والحوار في فيما يخص الوضع الفلسطيني وبالتالي لا أستغرب وطبعاً لا أحد كان ينتظر أي تغيير في هذا الموقف هو فقط تثبيت ما هو فعلاً دور حزب الله عملياً حتى لو قال في هذه الكلمة أن من يقاطل في الجنوب هم شباب لبنانيون كما قال هم شباب هذه القرى ولكن كلنا نعلم أن القيادة الحالية على الأقل في هذا الشهر الفائد أصبحت تماماً تحت التوجيهات والقيادة الميدانية المباشرة للإيرانيين للحرى السوري الإيراني وهذا ببيان رسمي صدر من الجمهورية الإسلامية في إيران وبالتالي لو كانوا هؤلاء الشباب للأسف هم هتلاقي منه بالسوق هايدي قزائف مشحونة بحب الحسين وعشق الحسين أكيد ما هتلاقي منهم بالسوق أنتوا بتعرفوا أن هالجماعة اللي موجودين على الخطوط الأمامية هالجماعة تشبعوا من روح الحسين سلام الله تعالى عليه تشبعوا من روح السيد حسن رضوان الله تعالى عليه هالجماعة على مسار أهل بدر تقروا القرآن شو بيقول الله عز وجل عن أهل بدر بقول إن يكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين يعني الواحد بعشرة هلا بتقلي كيف يعني الواحد بعشرة متل ما هلا عم بيصير طيب تجي مجموعة إسرائيلية على أساس أنه دبابة وعشرين واحد مشات وخمستعشر واحد مدري شو قصتهم فجأة بتلاقي طيشر وشمال يمين دخل مين عم بيواجهن هول تلاتة إيه بس هول التلاتة قد تلاتين عم بس عم بقرب لكم الفكرة ليش قد تلاتين لأنه قدروا إنه يواجه هول التلاتين والأربعين الروحية الشجاعة الإيمان الصلابة لموجودين على الجبهة هؤلاء الاستشهاديين ولذلك ما حدا بيقدر يهزمون ما حدا بيقدر يتقدم عليهم طبعا نحن حسب ما قال سيدنا الله يقدس روحه نحن ننتظر الالتحام يعني معتبرين إنه المواجهة الأمامية يعني بتاخذ لكام يوم وبعدين الالتحام وإن شاء الله بيشوفوا اللي ما بينشاف بالالتحام هني قربوا طلعت النتيجة إنه وقفين لي على البواب الأمامية وقال لا هني هلأ عم يشتغلوا على الحفة الأمامية بس لك قربوا لقدام شوية مشان الالتحام قال لا ما هو نحن بدنا نقلل هدفنا يعني تقللوا هدفكم لك خيفانين ومرعوبين وعم ما عم تعرفوا كيف بتكون تتخلصوا من الموضوع حتى قيادتكم صارت عم تقول إنه نحن خلصنا الأهداف تبعيتنا ما بتكون توصلوا على اللي طاني ما بتكون اتحققوا أهداف إضافية هل المجاهدين كل الإمكانات المطلوبة موجودة عندهم كل العزيم موجودة عندهم كل الشجاعة موجودة عندهم وأنا بقول لبيئة المقاومة بقول لكل الناس اللي عم بينطروا إنه وبعدين ما فيه وبعدين هالجماعة صابرين صامدين قادرين إن شاء الله ينتهي الأمر بالنصر الأكيد إن شاء الله تعالى هلأ عم نسمع إنه كل ما طال الزمن الخسائر عم بتزيد عند العدو الإسرائيلي أنا لح أذكر بس العدد اللي ذكروا غرفة عمليات المقاومة يوم التنين كونه شي موثق غرفة عمليات المقاومة بتقول خلال هيدا الشهر تسعين أتيل إسرائيل وسبعمية وخمسين جريح وثمانا وثلاثين دبابة مركابة مدمرة وأربع طائرات مسيرة ولأ في طائرة كمان صارت يوم التلاتة هيك عملت حسين المعدل اليوم ثلاثة أتلوا خمسة وعشرين جريح طبعا في يوم بيطلع عشر أتلوا وأربعين جريح في يوم بيطلع أقل شوي بس إنه المعدل الوسط هذا معدل مش سهل وين على الحاف في الأمامية ما أقربوه من هون أنا بإلكم هذه مقاومة أسطورية مقاومتنا أسطورية وهي مدرسة أجيال الحرية إن شاء الله تعالى طبعا هيدا قسم قسم الثاني الصواريخ والطائرات قال في مشكلة إنه بإسرائيل ما عرفوا يعملوا دولة الطائرات الحزب عم بزد زيادة صواريخ فشي بيسقط شي ما بيسقط الشو يعني حنبعدتكم نحنا صواريخ قد ما أنتم بدكون إذا أنتم فيشلين ما عم تعرفوا تعملوا دفاعات كافية هذه مشكلتكم على كل حال هذه الصواريخ والطائرات تضرب ضمن برنامج مدروس يوميا والحياة مشلولة عند مئات الآلاف من الإسرائيليين مع العلم القلق موجود عند أكتر من مليونين طب ما سألت حالكم سؤال منين عم تطلع على الصواريخ منين عم تطلع على الطائرات كيف عم يقدروا ينصبوا الراجمات والسمى كلها مسكرة بالطيران الإسرائيلي هذا شيء استثنائي هلأ يعني بدكن قلكن أنه هالجنود الله عز وجل وقلوا الله عم يعني أبصارهم للعدو ما يشوفوا هالجنود نحن هذا عنا منه يعني نؤمن بهيك شي لكن إضافة إلى الكفاءة والاستعداد بحمد الله تعالى شوفوا الفرق بيننا وبين الإسرائيلي نحن من قاتل بشرف نستهدف الثكنات والعسكر والدبابات والجنود بينما هن بيقتلوا المدنيين والعزل وبدمروا البشر والحجر لأنه جبنة لأنه ضعاف لأنه ما عندهم أخلاق لأنه مشروعهم مشروع احتلال وفشل ووحشية إن شاء الله نفكرين إنه إذا عم يعملوا هكي يعني لح يربحوا لا إنه حيزيدوا الألم عنا صحيح بس لأنه نحن مصممين على الاستمرار ما بيقدروا يربحوا اللي صار بقصف بعلبك الهرمل قصف صور قصف الضاحية قصف أماكن مختلفة في الجنوب نبطية حتى بالخطوط الأمامية عيتا والخيام وماس كل هذه الأماكن التي يقصفونها يقصفون المدنيين على أي أساس بدون يوصل لنتيجة ما بيوصل لنتيجة نعم هن بيحاولوا إنه يقلمون لكن نحن كمان عم نقلمهم ما تتطلعوا ب جزء من الصورة تطلعوا بالجزء الثاني المقاومة قدرت تبعث مسيرة على غرفة نوم نتنياهو تعرفوا نتنياهو ميت رعبة نحن عرفنا من خلال بعض الاتصالات الدبلوماسية بعضهم بعث لنا قال يا خي كيف تستهدفوا هذا رئيس دولة قلنا له ليش هو مين استهدف استهدف رئيس المقاومة هل هو ما بنا نستهدفوا على كل حال هل هو زمط يمكن أجلوا ما إجا بعد ويمكن يجي على إيد شي واحد إسرائيلي يقتلوا ما بعرف ما بتعرف ربك كيف عابكة يعني بحيس أنه يمكن هو بقلب شي احتفال عم يطلع يحكي أو كذا يطلع له شي إسرائيلي ويجي يقتله ممكن هلأ كله منيح سواء قتل هيك أو قتل بطريقة تانية نحن مؤمنين أنه اللي بيجي أجله بده يموت بنهاية المطاف قد ما طلعوا قد ما نزل نحن ضربنا بين يمينة شو هالقاعة الكبيرة اللي كان فيها هالأعداد أكتر من 80 واحد بين قتيل وجريح هذا هذا وجع هذا ألم بعض الأحيان عم توصل طائرة المسيرة أو الصاروخ إلى تل أبيب عم ينزل مليونان ومليونان ونص وثلاثة مليون للملاجئ حيفا صارت حبيبة قلب المقاتلين يعني أنه كل شوية ببعتولها تتذكروا وتتذكرهم حيفا وصفضوا وعكوا والشمال وجنوب حيفا والقواعد اللي قدام واللي ورا قديش عددهم هاللي تعطلت أشغالهم بيعيشوا الألم مبارح نزلوا أنه هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن وزارة الصحة الإسرائيلية أنه 300 ألف إسرائيلي بعد الحرب حيفوتوا للعلاج النفسي لأنه هلأ ما قادرين ينشغلوا فيهم بديوا عملون علاج وإن شاء الله يقدروا هلأ يعالجوا الجنود لأنه كمان عند الجنود ما فيه طقة راس عم بتصير عند هيدا وعند هيدا وعند هيدا من هون بدي أقول أنه كمان هني لا هني عم يتألم عم يتألموا بكل الأماكن نحن قادرون على الاستمرار لأيام وأسابيع وأشهر ولن أقول أكثر من ذلك لحتى نلاقي شيء يعبر لنا عن هالحرب طلع معنا أنه بعد التداول مع بعض الإخوان منيح أنه نسمي هالحرب استفدنا من الآية القرآنية بسورة الإسراء عن اليهود فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ذوي البأس هني ذوي القوة والبطش في الحرب فأقولنا أحسن شيء سمي معركة أولي البأس هلأ نحن عم نخوض معركة أولي البأس في مواجهة أعداءنا الإسرائيليين أقول لهم ستهزمون حتما لأن الأرض لأننا وأله معنا وشعبنا متماسك وملتحم حولنا على الإيمان والأخلاق أخرجوا من أرضنا لتخففوا خسائركم فإذا بقيتم لح تدفعوا اللي بعمركم ما دفعتو هذا بعود لإلكم الله عز وجل بيعمل مؤارنة بأي كريمة أكفاركم خير من أولئكم من هؤلاء المجاهدين أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر نحن منؤمن بالسنن الإلهية وبالوعود الإلهية إذا كان نتنياو عم بيقولكم في نصر مطلق لا في هزيم مطلقة لن تعيدوا سكان الشمال بهذه الحرب بل سيتهجر المزيد ومئات الآلاف اليوم لما بلش الجيش الإسرائيلي يقول نحن قريبون من انتهاء المهمة وقال انت صار يقول أهداف الحرب اتحققت بس ما كله بتتحقق بالميدان بدنا سياسي ورئيس مجلس الأمن القومي السابق غيورا آيلاند بيقول أصبحنا غير يقضين لكثير من أثمان الحرب في غزة ولبنان ومع بحث جنوني على الاحتياطيين وسحق جيل كامل لسنوات طويلة يعني هنا عم ينسحوا لسنوات طويلة أنا بقلكم كما انتصرنا في تموز إن شاء الله سننتصر الآن سنبقى أقوياء مع نمو تصاعدي لقوتنا وردني من يومين في أحد التقارير أن السفيرة الأمريكية ليزا جونسون تجول على بعض القوى المعارضة لنا وتحاول أن تبشرهم بأن المقاومة مدمرة وأن القيادة قتلت أنا بإلا لا ليزا لا لح تشوفي لا أنت ولا اللي معك أي هزيمة للمقاومة حتى بالأحلام ما حتشوفي حتشوفي هزيمة إسرائيل وهزيمتكن أنتو إن شاء الله رابعا هناك سؤال بعضهم بيقول طيب كنتوا تقولوا دايما المقاومة تحمينا وين حمتنا شو يعني المقاومة تحمينا المقاومة حمتكم من الاستسلام من الظل من الانكسار بس إنه المقاومة هتمنع التطحيات ما بتمنع التطحيات الإسرائيلي عم يلجأ إلى أسلوب لحتى يفرق بيناتنا المقاومة جعلتنا نأخذ كل فخر هذا إله ثمن وثمن مؤلم كما تحققت حياة عزيزة بعد سنة 2006 سيحقق الأفضل إن شاء الله سيخرج الحزب من هذه المواجهة أقوى ومنصور إن شاء الله خامسة يا أهلنا الأعزة نحن نعرف أنكم تدفعون ثمن كبير وتطحيات كبيرة لكن هذه تتطلب هذا المستوى من التطحية نحن اليوم في مرحلة إيلام العدو ولكن نضيف إليها مرحلة أخرى هي الصمود والصبر مسألة بدها شوية وقت ونحن إن شاء الله منظهر منتصرين يا أهلنا الذين دمرت ديارهم وأخرجوا منها أنت والله أشرف الناس وأعظم الناس وأحسن الناس نحن بنعرف أنه الواحد منكم ابنه بالجبهة وابنه التاني مستشهد وباقي العيلة بالنزوح وبعض العائلات نصها قتلت مع قتل المدنيين ونصها هجرت لكن أنتوا أهل صبر أنتوا أهل إيمان أنتوا أهل مقاومة ما ممكن المقاومة تنتصر بدون تطحياتكم وهي التطحيات اللي أنتوا عم تقدموها عم تدفع تطحيات كبيرة يمكن أن تكون في المستقبل بدنا نصبر نحن وياكم نحن مقدرين اللي عم تعملوه صحيح نحن وجهنا إخواننا بالحزب يهتموا بالنازحين ويعطوهم إمكانات ويساعدوا قد ما بيقدروا والدولة ما عم تقدر تعمل القدر الكافي لكن شو مكانت المساعدات هيبقى فيه ثغرات كبيرة يكفي أنه واحد ظهر من بيته نعرف أنه أنتوا عملتوا شي كبير بس كمان لما منسمع منكم وحدة بتقول زوجة استشهد بتقول أنا بدي ربي أولادي على طريق زوجي وحدة تاني بيقل للمزيع أنه اتأسي بزينب قالت له وقع تحكيها الحكي اللي عملته زينب بعض ما عمل له منه شي نحن شو هالجماعة العظيمين مدوخين الآخرين شو عم يسمعوا هن من هالبيئة تبعية المقاومة تضحية ثبات صبر على كل حال نحن حنبقى مع بعض حنتعاوم مع بعض حنعمر مع بعض حنرجع نطبق اللي عملناه بال2006 في إعادة الإعمار إن شاء الله وقديش بدأت طول الحرب بالأخير إلى حدود وإلى نهاية اعلموا أن حزب الله قوي في المقاومة ببركة المجاهدين وقوي في الحضور السياسي الداخلي ببركتكم أنتم يا أهلنا فإذا كان في حدا عن براهن بعد الحرب هل أحيانا بيعملوا المنائشات على التلفزيون أو ببعض الوسائل هل بيقول أنه طيب بعد مضاعف حزب الله شو بدنا نعمل لك منك شايف حزب الله هيك وضعف على كل حال حيبقى قوي بالمقاومة وحيبقى قوي جوة واللي قاعد عم بيربط أنه بعدين شو بدنا نعمل بدك تربط على أساس سيكون الحزب بعد المعركة أقوى جوة وبر يعني مع المقاومة أقوى وحيكون إن شاء الله بالسياسة أقوى لمن يراهن على ما بعد الحرب ستضطرون إلى لعن إسرائيل وأمريكا لأنهم كذبوا عليكم بالتغيير هون بيجي السؤال هل تطول الحرب الظاهر أن الانتخابات الأمريكية مفصل لأنه بيجي رئيس بيصير قادر أنه ياخد خيارات معينة ما بيظل فلتان نتنياهو مثل ما بده لأنه بيعتبروا الأمريكان بشكل عام أنه نتنياهو عم بيخرب ببعض المحلات إنه موافقينه عكل شي لكن بدهم تكتيك مختلف على كل حال بدنا نشوف وحدة من عوامل التأثير الانتخابات الأمريكية ونتائجة وحدة من عوامل التأثير خسائر العدو في الميدان والآلام التي يجبيها يوميا هذه بدأت تفعل فعلها وحدة من المؤثرات أنه ما عاد قادر العدو يراهن على تحقيق أهداف ما عم بيقدر يحقق ولا هدف لأنه نحن مستمرين في تعطيل أهدافه نحن استعدينا لوقت طويل مع الصبر وأمل الانتصار لذلك هو ما حيقدر يراهن على الوقت ما لحيقدر يراهن على أنه يفصل الناس عننا ما لحيقدر يراهن على ضعف قدراتنا ما لحيقدر يراهن على قلة قوتنا وتماسكنا فإذن بالأخير في محل معين بده يوقف هلأ أيمتيم ما من نقدر نعرف متى تفعل هذه العوامل فعلها شوف خلي يكون عندك معرفة تامة مع المقاومة ما حدا حيربح من جهة إسرائيل وجماعة إسرائيل كله مع إسرائيل حيطلعبوش وحتشوفه النتائج أما بالنسبة لوقف العدوان نحن مستمرون في التصدي للعدوان إذا قرر الإسرائيلي أنه يريد إيقاف العدوان نحن نقول نقبل لكن بالشروط التي نراها مناسبة ومؤاتية لن نستجدي وقف إطلاق النار كفين نحن مش ناطرين قد مطول وأي حل سياسي يحصل بالتفاوض غير المباشر ودعامته الأولى وقف إطلاق النار ووقف العدوان بعدين من بين رأينا بالتفاصيل نحن متضامنون نحن هو حركة أمل في مواجهة العدوان مع الرئيس برري الذي هو محور التفاوض لإيقاف العدوان حزب الله والحكومة والرئيس برري لهم طرقهم بالتفاهم على الحلول الأفضل بس بقلكم إلى الآن كل الحراك السياسي اللي عم تسمعوا يعني طحن في كركعة ما في نتيجة لأنه لم يطرح إلى الآن مشروع توافق عليه إسرائيل ويكون قابل لأنه ناقشه أختم بأمرين أقول لكل الوطنيين لكل أهلنا في لبنان نحن منشكركم على هذه الحضانة هذا النموذج هذا التعاون بين الطواف والمذاهب والمناطق والبلديات المختلفة وجهات المجتمع الأهلي وإن شاء الله هذا بيكون مؤشر لمزيد للمستقبل أما المجاهدون أنتم الأمل أنتم أمانة السيد أنتم أهل الحسنيين تسطرون اليوم كل المستقبل وتزرعون اليوم كل الأمل أنتم الجنود المجهولون في الأرض ولكنكم معروفون برفع راية النصر إن شاء الله أثبتوا دائما هذا من أجل أمتكم ومن أجل المستقبل قال سيدنا ولا زمن الهزائم وجاء زمن الانتصارات نحن منتصرون إن شاء الله تعالى اسبروا وصابروا ورابطوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر